أهلاً حبائنا مشاهدينا في كل مكان سلام ونعمة المسيحة مع جميعكم السؤال هل الله في الوقت الحالي عم بدين أهل غزة؟ هل الله يدين غزة؟ مهل شوي حتى تصنع الجواب الجواب السريع بالطبع الله لا يدين شعب غزة وليه قررت أن أحكي عن هذا الموضوع بصراحة للأسف الشديد في الكثير من المؤمنين اللي أخذوا على عاتقهم ربط ما يحدث الآن في غزة من النصوص الكتابية في الكتاب المقدس وأخذوا هذه النصوص خارج عن سياق النص الكتابي وبالطبع خارج عن السياق التاريخي وأخذوا هذه النصوص من كتب الأنبياء في العهد القديم مع أنه فعلا في العهد القديم الله يتكلم عن دينونة ولكنه يتكلم أيضا عن رجوع وتوبة والعديد من الأنبياء الذين تنبأوا على شعوب كثيرة تنبأوا على مؤاب وعمون في الأردن تنبأوا على أرام في سوريا تنبأوا على شعوب كنعان تنبأوا عن الفلسطينيين القدماء تنبأوا عن المحافظات الفلسطينية القديمة اللي هي جات عكرون أشدود أشغولون وغزة ونبوات كثيرة في نبوات عن نصر نبوة دينونة ونبوة رجوع طبعا في آخر الأيام ولكن أخذوا هذه النصوص اللي بتتكلم عن غزة حتى يطبقوها على أيامنا هذه وهذا خطر كتابي عندما نأخذ النص خارج عن سياق الحديث فالله فعلا استخدم شعوب لقضاء على شعوب واستخدم دينونات منها أشورة منها بابل وطبعا الدينونة الكبيرة كانت قديما على يهودة اللي كانت عاصمتها أورشالين وعلى إسرائيل يعني الأصباط العشر اللي عاصمتها كانت معظم وقت السامة إسرائيل ذهبت وأفضت للسبي الأشوري ويهودة أخذت للسبي البابلي سنة خمسمية وستة وثمانين قبل الميلاد فاللي عم بيسير أنه عم بيأخذوا نبوات قد تمت والأحداث قد حدثت ولكن الأمر الذي لا يتغير كما هو مكتوب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية حاشري الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض من أجل هذا الله أباد شعوب وممالك بسبب الخطية ولكن في هذه الأيام الله لا يدين غزة كشعب لكنه يدين الخطية الله يدين الخطية فلا تتسرع بالحكم عزائي ليس هذا الوقت للإدانة بروح العداء وعدم المحبة حتى نقف مع شعب ضد شعب آخر نكون مع لذلك فنحن ضد هذه ليست طريقة الله وهذه ليست طريقة الكتاب المقدس نحن نحب كل الناس نحب كل الشعوب حتى الكتاب بأمرنا أن نحب الأعداء نحن نحب شعب غزة مثل ما سمعتوني عدة مرات شعب غزة شعب طيب جدا كريم وما بيستاهل فعلا لا يستحب المعاناة والمأساة اللي عم بيمر فيها في هذه الأيام فأنا أحب غزة ونحن نحب شعب غزة فهذا الوقت ليس لوجود نصوص للدينونة خالجة عن سياقة إما بتفعلها مغرداً أو عن جهل ولكن هذا الوقت أحبائي هذا الوقت هو وقت للرساء على ما يحدث في غزة من قتل وعنف ولسيما الأبرياء المدنيين الأمهات الأطفال هذا موضوع مؤسف جداً ما يحدث الآن الأمهات التي تبكي والتي تصرخ وتذرف الدموع على القتلى على أطفال على شباب وعلى والكثير من الأطفال التي يتموا والكثير التي فقدوا عائلات بأكملها وعاد عن غزة أنها مهجرة ولكنها تم التهجير حتى فيها داخلياً فمئات الألاف بلا مأوى وبلا مكان وبلا وقود وبلا كفربة أو مي أو طعام فهذا الوقت أحبائي ليس لكي نجد مصوص للإدانة ولكن هذا الوقت هو للرساء على كل القتلى والأبرياء على البيوت التي انهدمت ونكمل الصلاة من أجل غزة نصلي من أجل لأنه الله يحافظ على الأبرياء أليس مكتوباً في سفر إشغياء النبي الصح الأول والآية 17 تعلموا فعل الخير أطلبوا الحق أنصفوا المظلوم اقدوا لليتيم حاموا عن الأرمنة أليس هذا الوضع حالياً في غزة أحبائي إنها دعوة لنرجع للرب ونتوب توبة صادقة حقيقية من كل القلب نفحص قلوبنا ونفوسنا وإن كان فينا خطيئة أو طريق باطل أن نطلب من الله أن يهدينا الطريق الأبدي إنها دعوة لنبني لا لنهدم إنها دعوة لإظهار النعمة لا النطمة إنها دعوة للمصالحة وليس للمسالحة إنها دعوة لنطلب وجه الرب ليبرئ أراضينا ويشفي مرضانا ويعز أحزاننا والمنكوبين والمطرودين والمهجرين الله يفتقدهم برحمته وبحنانه وبعدله أيضا إن هذا الوقت للصلاة لشفاء بلادنا لكي يشفيها ويحررها من الظلم ومن الدماء ومن العنف ومن القسوة لنصلي لكي يحل مكانها السلام والمحبة والغفران أيضا قال يسوع لا تدين لكي لا تدان لا تحكم حسب الظاهر بل أحكم حكما عادلا إنها دعوة للشفقة وليس للتشفي إنها دعوة لا لنثبت نصوص كتابية قديمة وقد تمت لكن للصلاة والمساندة والمساعدة بحب أذكر كل المشاهدين إنه غزة كانت بلد مسيحية اعتنقت المسيحية والبلد كلها كانت مسيحية وكان فيها كنائس عديدة وكان فيها كرسي للأسقف وكان فيها ممثلين في مجمع في المجامع الكنسية وعبر التاريخ لعبة دور مهمة جدا غزة ولكن الآن غزة تحتاج للرثاء والبكاء تحتاج للصلاة تحتاج للمساندة وتحتاج للمساعدة أيضا خلينا نصلي إنه الله يحافظ على هذا البلد خلينا نصلي إنه الرب يعز كل الحزانة والمنكبين خلينا نصلي إنه الله يهتم بالأطفال والأبرياء خلينا نصلي من أجل عمار غزة ليس هدها خلينا نصلي إنه تتطور وإنه تتحسل وتكون أفضل جدا في المرحلة الجاي خلينا نصلي من أجل مكتوب عنه شمس البر يشرط في حياة الكثيرين والشفاء في أشاعته خلينا نصلي من أجل افتقاد لهذا الشعم اللي عانى وعانى وعانى وما زال يعني خلينا نصلي من أجل الأمهات من أجل اليتامة من أجل الأطفال من أجل الحزانة من أجل الإعمار كمان خلينا نصلي من أجل إسرائيل خلينا نصلي من أجل أن كل الرهائن جميع الرهائن يرجعوا بسلام إلى أهلهم خلينا نصلي من أجل حكمي للقيادات السياسية والدينية أيضا خلينا نصلي أن النفس البشرية أهم من أرض وأهم من أي مكان وأهم من أي مجمع جامع أو كنيسة فالإنسان هو قدس أقداس الله خلينا نركز على الرسالة الحقيقية مرة أخرى ليس الوقت لإدانة غزة ولكن طلب الصلاة أن الرب يفتقد هذا البلد وإلا تذكر أحباء كما يقول الكتاب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل يتلم عن يسوع المسيح الحي المقام من الأموال لهذا السبب أحبائي دعونا نقدم المعونات والمساعدات والسلوات دعونا نطلب وجه الرب نصلي ونصوم من أجل هذا البلد الجميل أن يعمر وأن محبت المسيح ومجد المسيح تغمر هذه البلاد لكن الله هي دين الخطية بغض النظر شو خلفيتك شو دينتك من أي مكان أنت موجود بغض النظر شو دينك الكتاب المقدس واضح جدا عم يعطيك فرصة أنك تتوب وترجع للرب في هذا الوقت يقول الكتاب أم تستهين بغير لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجاز كل واحد حسب أعماله لاحظ لأن ليس عند الله محابة ليس هذا الوقت للإدانة لكن لتقديم المحبة وخلينا نصلي أحبائي إنه الحق والعدل يسود بلادنا خلينا نصلي إن الله يقطع الشر والأشرار خلينا نصلي أحبائي إن محبة المسيح تغمر بلادنا ويملأ السلام العجيب في كل قلب وفي كل بيت وفي كل كيان بحب أسمع منك وإذا أنت بتشاركني في هذا الرأي تواصل معي بحب أسمع منك الرب يبارك ومن فضلك من فضلك من فضلك كمل الصلاة معي من أجل الشعب المبارك الشعب الجميل شعب غزة شكرا